موسيقى اي من المركبات التالية لها كسافة الكترونية اعلى حول الرابطة بنظرتي الكربون بالنظر الاختيارات نبحث عن جزيء غير مشبع الهكسين وذلك لوجود الرابطة باي ذات الكسافة الالكترونية العالية وهي من خصائصها كرابطة ننتقل الى السؤال الاخر اكمل التفاعل التالية ننظر الى المركب ونحدد مجموعة الوظيفية COCL ونحدد منها المجموعة المغادرة وهو ايون الكولور السالب ثم ننظر الى الناتج يتم فصله وفصل الHCL لنعيد الجزيء المفقود ويصبح الناتج CH3CH2OH السؤال الاخر العكس نقوم بفصل المجموعة المغادرة هين الكولور السالب ويتحد مزارة هيدروجين من الأمونيا لتكوين CH3CHBRCH2CONH2 ما اسم المركب التالي؟ الاسم الصحيح المركب هو بروميد البنزويل الاختيار دي اي من الجزئيات له شكل سداسي مستوي المركبات المعروضة امامنا من بينهما البنزين ورمزه او صيغاته الجزائية C6H6 البنزين مركب اروماتي عضوي اي المجموعات التالية المتصلة بحركة البنزين توجه الى الموضع متى الاجابة هي الاختيار دي NO2 وضح لماذا يكون ميسايل البنزين انشط من البنزين من الاسم نفهم ان حلقة البنزين مرتبطة بمجموعة الميسايل اي مجموعة القيل ونحن نعلم ان مجموعة القيل زادة تأثير تحريدي موجب اي انها تدفع بالالكترونات في اتجاه حلقة البنزين تعطي الكترونات لحلقة البنزين مما يزيد الرنين داخل او على حلقة البنزين ويجعله انشط مجموعة مانحة للالكترونات وهي مجموعة القيل والموثلة هنا بالميسايل نكمل التفاعل التالي وهو نيطرة البنزين نيطرة البنزين ليكون نيترو ما هو الالكتروفيل في تفاعل استبدال الالكتروفيلي تفاعل البنزين مع CH3CL الالكتروفيل CH3Movap اكمل التفاعل التالي تفاعل الفينول مع ماء البروم 3BR2H2O لينتج لنا الصيغة البنائية التالية حلقة بنزين مرتبطة بمجموعة الهدروكسيل وهو الفينول ثم يرتبط بثلاث ذرات بروم في المواضع 2, 4, 6 لأن مجموعة الهدروكسيل توجه أرسو وبارا توجه للوضع أرسو وبارا لذلك ينتج 2, 4, 6 سلاسي بروموفينول اتفاعل الفينول مع حمض النيتريك المخفف لينتج 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 في الوضع أرسو وأيضا حلقة بنزين OH ثم مجموعة نيترو NO2 في الوضع بارا أي ينتج خليط من أرسو وبارا نيترو في نول بارا نيترو في نول وأيضا أرسو نيترو في نول